السلام عليكم شلونكم أعزائي إن شاء الله تكونون بخير اليوم حبيت أجرب إياكم تجربة جديدة إلي اللي هي الشرح على الآيباد وإن شاء الله تكون تجربة مميزة وأيضا ممتعة إن شاء الله أعزائي رح أسوي لكم قائمة تشغيل خاصة أحل فيها شك وسؤال يخطر ببالكم ادزولي يا على التليقرام وأني أنزل شرح هذا السؤال طبعا سواء كان عاد السؤال وزاري موزاري سؤال إثرائي سؤال بي فكرة واحد من الطلاب وقفوا في فد سؤال وما يعرف شوني كملة فد مشكلة عنده فهم السؤال فأني رح أحاول أوضح لكم بهاي قائمة التشغيل كل هالنوع من الأسئلة هاي واليوم أنا طبعا جبت لكم سؤال سؤال وزاري إجا سنة الفين واثنين وعشرين الفين واثنين وعشرين دور ثاني سؤال وزاري ما موجود بالكتاب حلوة فكرته فكرته حلوة وأيضا ربط بين موضوعين ربط بين موضوعين طبعا رايتكم الدزول لأسئلتكم واستفساراتكم على التليقرام طبعا راح أكتب لكم المعرف اللي هو ر ثمانية شارحة تسعة في هذا هو المعرف ما لي فتقدرون ندزون أي سؤال وتصبر وتتابع القناة بينما يتم حل السؤال هذا لأن أكيد إحنا راح نخلي جدول الطالب الأول ثم الأول ثم الأول وهكذا تمام أعزائي كذلك أعزائي إن شاء الله هاليومين راح نبدي بدورة الكترونية من الأساسيات تفيد الطالب الضعيف والطالب القوي إن وصل إلى المئة بإذن الله فمن الأساسيات كورس أساسيات متكامل بعدين نبدي بالمادة وراح تشوفون فائدة كبيرة جدا 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 ومو شرط طبعا الدورة الإلكترونية تكون على الإباد هاي أول درس إنه ورايدينكم طبعا إذا أكو أي ملاحظة أو أي نقد تنزلونا بالتعليقات على كلنا أعزائي خلوني هسا أبلش بحل هذا السؤال الوزاري راح أمسح المعرف أتمنى تكونوا نقلته إذن السؤال ألفين واثنين وعشرين دور ثاني السؤال يقول يقول إذا كان كل من زتوان وزتو عددا مركبا يعني أنا عندي زتوان وزتو عددا مركبا وكان زتوان زائدا زتو يعني مجموع ذول العددين المركبين مجموعهم وش قيد قال مجموعهم أربعة وزتوان في زتو وحاصل ضربهما يساوي تسعة وعشرين طيب المطلوب من عندي شنو إيجاد زتوان وزتو يعني هسا أنا لازم ألقى العددين المركبين اللي هما زتوان وزتو شمنطيني معلومات منطيني معلومات حاصل جمعهم أربعة ومنطيني معلومات حاصل ضربهم تسعة وعشرين بعديا طالب من عندي فالطلب ثاني كاتب لي ثم كون المعادلة التربيعية التي جذراها زتوان في زتو تمام طبعا أنا المطلب الثاني راح أأجلى شوية بينما ألقى بالبداية زتوان وزتو طيب إذن أعزائي المعلومة اللي منطيني ياها منطيني زتوان زائد زتو زتو إيش قد منطيني ياهم منطيني ياهم أربعة طبعا أعزائي هاي راح أعتبرها شنو معادلة رقم واحد مثلا حل السبب السبب بيها مجهولين من هم المجهولين المجهولين هم زتوان وزتو وتعرفون أنتوا أعزائي أي معادلة تحتوي مجهولين لا يمكن حلها زين نيجي هسا على المعلومة الثانية اللي منطيني ياها اللي هي زتوان في زتو زتوان في زتو منطيني يا تسعة وعشرين هاي هاي المفروض المفروض هاي هم معادلة المفروض هم ما تنحل هاي المعادلة حالها حال هاي لأنه هاي المعادلة بيها مجهولين وهاي المعادلة بيها مجهولين ما تنحل بس هنا أنا ش راح أسوي راح أحاول أكتب المعادلة الثانية بشكل آخر يعني مثلا اكتب زتوان تمام يساوي اقسم على معامل زتوان منو معامل زتوان الا وهو زتو هاي زتو راح اقسم عليها ليش لان زتو حاليا هي معامل زتوان فراح يصير عندي اعزائي كالتالي راح يصير عندي 29 على زتو اذا اعزائي هاي معادلة هاي المعادلة الثانية اذا انا هسا صار عندي شنو معادلتين هاي المعادلتين احاول احلهم بالتعويض فاجي هنا المعادلة الثانية هاي اكتب عليها انه احنا راح نعوضها وين بالمعادلة الاولى تمام اذا المعادلة الثانية نعوضها بالمعادلة الاولى يعني راح ناخذ زتوان هنا نعوض مكان هاي زتوان زين فاش راح يصير عندي بعد ما اخذ عوضة راح يصير عندي تسعة وعشرين على زتو زائد زتو اللي موجود اصلا يساوي اربعة تمام اذا الثاني عوضت بعدها عزائي لازم اتخلص من الكسر الكسر هنا زتو فلازم اضرب المعادلة كلها في زتو اش راح يصير عندي بعد ما اضرب المعادلة كلها بزتو راح يصير عندي تسعة وعشرين راح يصير عندي تسعة وعشرين بعد تسعة وعشرين زائدا زتو تربيع زتو شنو تربيع طيب وبعد منذي شجهة شكوا عندي اربعة زتو راح يصير عندي اربعة زتو طيب اعزائي حاليا اني عندي معادلة بمجهول واحد اسمها زتو شلون احل المعادلات اللي تكون بمجهول واحد تقول لي نحاول انصفرها بالبداية فزتو راح تبقى بمكانها زتو شنو تربيع هاي راح انقلها منها الجهة راح تصير ناقص اربعة زتو مو التسعة وعشرين اصلا هي بهاي جهة باقي فراح تصير زاء التسعة وعشرين يساوي شنو يساوي صفور تمام طيب هاي المعادة العاد اللي حصلت عليها انا هاي اذا حليتها اراح اطلع قيمة منو قيمة زتو ولما اطلع قيمة زتو اعوضها هنا حتى اطلع قيمة منو زتو تمام يعني الفكرة هي كانت هنا بس معلومات البقية اللي بقن سهلات ان شاء الله وما بيهن اي مشكلة فتعالوا ويا يا عزائي حتى نحل هاي المعادلة نحلها ونطلع قيمة زتو وبعديا ناخذ قيمة زتو نعوضها هنا تمام او نعوضها هنا هم يصير احنا بكل الاحوال حتى نلقى منو نلقى زتو طيب فاشلون ننحل هاي المعادلة اعزائي راح نحلها بطريقة الدستور وتعرفون اعزائي الدستور لازم انا بالبداية عندي قيمة الاي اللي هي واحد مو وعندي لازم قيمة البي اللي هي راح تكون سالب اربعة ولا تنسه هي والاشارة وعندي قيمة السي اللي هي شقيد اللي هي تسعة وعشرين تمام اعزائي اذا 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 انا عندي الاي هسة والبي والسي تمام اروح القانون الدستور اكتبه قانون الدستور راح يكون زتو تساوي باعتبار انا هنا المجهول ما لي زتو فراح اجي اطلع زتو كسر تمام سالب بي موجب او سالب الجذر التربيعي داخل الجذر التربيعي عندنا بي تربيع ناقص اربعة اي سي على تو اي اذا هذا هو قانون الدستور طلاب ازي نيجي نعوض بقانون الدستور مثلا زتو اكتبها تنزل هنا اوني راح اجي اعوض ببادل بي قيمتها اللي هي سالب اربعة فراح تصير سالب سالب اربعة يعني موجب اربعة موجب او سالب الجذر التربيعي البي تربيع يعني سالب اربعة تربيع ناقص اربعة في اي اللي هو واحد في السي اللي هي تسعة وعشرين على اثنين في الاي اللي هي واحد فاش راح يصير عندي اعزائي راح يصير عندي موجب اربعة موجب سالب الجذر التربيعي سالب 4 تربيع 16 هذا السالب حينزل تمام 4 في 1 4 و 4 في 29 116 على المقام اللي هو 2 في 1 وهسا أعزائي راح نكمل طبعا ويايا صفحة جديدة منها راح يكون عندي Z2 هنا عندي موجة بربعة موجة بسالب داخل الجذر 16 16 داخل الجذر 16 ناقص 116 راح يكون عندي سالب 100 على 2 لأن 2 في 1 2 و يساوي هاي 4 و هاي موجة بسالب الجذر لمن يكون عدد سالب داخله هنا احنا نفصله يعني شون تفصله يعني مثلا راح نكتب جذر 100 في جذر سالب 1 نفصل السالب من عنده على يمن على 2 يعني راح يكون عندي أعزائي 4 موجة بسالب جذر المية راح تكون عندي 10 و جذر السالب 1 و جذر السالب 1 هذا احنا نعرفه هو آي على يمن على 2 وبعدها زائي نجز 4 على 2 يعني هذا المقام كله نقسمه على 2 و العشرة آي هم لازم أقسمها على 2 يعني راح يطلع عندي 2 زائد أو ناقص 5 آي هذا منو هذا زتو تمام إذن أنا هسا هاي قيمة زتو أقدر عاوض هوايا بالمعادلة الأولى زين هي المعادلة الأولى شنه هي دقل لي كانت عبارة عن زتوان زائد زتو يساوي نشقد أربع هاي المعادلة الأولى هاي موجودة هنا خلي بس أرجع لكم ياها هاي المعادلة الأولى زين آني عندي قيمتين الزتو عندي قيمة 2 زائد 5 آي وعندي القيمة الثانية 2 ناقص 5 آي أي وحدة أعوضها راح تطلع لي قيمة زتوان إذن لما أجي أعوض عن زتو مثلا هاي القيمة هاي فأعوضها هنا 2 زائد 5 آي يساوي أنه شنو أربع راح أعوف زتوان بهاي الجهة وهاي هاي نحولهم منك هما والخمسة فراح يصيرون عندي منك عندي أربعة هاي الاثنين من تتحول الصير ناقص اثنين هاي الخمسة آي من تتحول الصير ناقص خمسة آي يعني نقدر نقول أعزائي أنه زتوان راح أصير اثنين ناقص خمسة آي هاي لما نعوضت منه لما نعوضت زتو اللي هي اثنين زائد خمسة آي طلعت لي زتوان مني اثنين ناقص خمسة آي زين لما نعوض هاي راح تطلع بالعكس حتى نجي بشكل عام بشكل عام راح يطلع قيمة زتوان اثنين زائد خمسة آي وزتو اثنين ناقص خمسة آي تمام أو بالعكس القيمة الثانية راح تطلع اثنين ناقص خمسة آي واللوخ تطلع اثنين زائد خمسة آي يعني دائما زتوان وزتو راح يطلعين عددان مركبان وترافقان وهذا يعتبر عزائي المطلب الاول اليه لقينال زتوان وزتو يجوز هسا انتو تقولون والله انت طولتها وعرضتها ترى ما يحتاج اكو طريقة ثانية ان شاء الله انزلكم حتى السؤال اذا بي طريقة ثانية المهم هسا فهمتوا انتو الحد هنا مطلب الاول خلاص قال لي جد زتوان وزتو المطلب الثاني عزائي قال لي كون المعادلة التربيعية التي جذراها زتوان وزتو انتو تعرفون عزائي قانون المعادلة التربيعية هو عبارة عن اكس تربيع ناقص مجموع الجذرين في اكس زائد حاصل ضرب الجذرين يساوي صفر هنا مجموع الجذرين زين هو من قال للجذرين قال التي جذراها زتوان وزتو صح اذا هنا انا لازم اخلي مجموع الزتوان وزتو وهنا لازم اخلي حاصل ضرب الزتوان في الزتو صح لان هم جذور المعادلة زتوان وزتو مجموعهم حاصل ضربهم احتاجه راح تقول لي يعني شون نروح نجمع هسا لا ما نروح نجمع لانه اصلا بالسؤال هو كان منطيني حاصل الجمع وين منطيك حاصل جمع الجذرين هاي وهذا حاصل الضرب يعني بس نجي نعوض هنا بدال الجمع نكتب اربعة اكس وهنا هذا كل تسعة وعشرين يسعب صفر وهاي هي المعادلة التربيعية ماشي يا عزائي بهالشكل هذا خلصنا السؤال لا تنسون تشاركون الرابط تقولون لأصدقائكم لان هاي كل شفكرة حلوة وراح تفيدكم ونلتقي ان شاء الله بسؤال جديد انتظر اسئلتكم ادزونها حتى نحل لكم ياها بالتفصيل واي شي يعدكم ملاحظة عليهم تقولوا ليه ويا السؤال حتى اني لما نشرحه راح اوضح الحجي اللي قلتو انتو همين ومع السلامة